مفاجئة وغير معلنة تلك الزيارة التي قام بها قبل أيام رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي إلى قاعدة لقوات بلاده في شمال شرق سوريا وبحسب الأنباء المتداولة فإن ميلي توجه جواً إلى سوريا بهدف تقييم الجهود المبذولة لمنع عودة تنظيم الدولة في المنطقة ومراجعة إجراءات حماية القوات الأمريكية من الهجمات بما في ذلك الطائرات المسيرة التي تطلقها ميليشيات تدعمها إيران ولم يعلن عن الزيارة مسبقاً فيما بدى خشية من هجوم قد تغامر بتنفيذه ضد الجنرال ميلي أي من الميليشيات والتنظيمات المسلحة التي تعج بها الساحة السورية غير أن ثمت من يرى أن زيارة الجنرال الأمريكي تأتي في سياق تطورات ميدانية مثلت إحراجاً للقوات الأمريكية في سوريا حيث تعرضت تلك القوات مؤخراً لعدد من الهجمات سواء من جانب مسلحي تنظيم الدولة أو من جانب الميليشيات الطائفية التي يدعمها النظام الإيراني من جهة أخرى فإن الزيارة أثارت غضباً في كل من دمشق وأنقرة إذ دانتها وزارة الخارجية في النظام السوري معتبرة إياها انتهاكاً صارخاً لما وصفته بسيادة إراضيها ووحدتها بينما استدعت الخارجية التركية السفيرة الأمريكية لدى أنقرة وطلبت توضيحاً من واشنطن بشأن زيارة رئيس الأركان الأمريكية إلى المناطق السورية التي تسيطر عليها الميليشيات الكردية لا سيما ميليشيات قصد التي تعتبرها أنقرة امتداداً سورياً لتنظيم حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا وعدد من دول العالم ضمن التنظيمات الإرهابية زيارة ميلي قد تفسر إذن في سياق الدعم الأمريكي للميليشيات الكردية في الشمال السوري وهو أمر يغضب تركيا التي تخطط للقيام بعملية عسكرية جديدة في هذه المناطق دفاعاً عن أمنها القومي ضد الخطر الذي تمثله تلك الميليشيات ما يعني أن زيارة في واحدة من تداعياتها قد تخلف توتراً إضافياً في العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا